بسم الله الرحمن الرحيم في همه طبعا بالهجون الوحادي هاي الامور بسيطة لحد الان لم تم تهجين بين نبات بازلاء قصيرة الساق وطويلة الساق نعرف نحن نقلنا الرموز من اتبع الرمز الكبير للصفة السائدة والرمز الصغير الصفة المتنحية لدينا طبعا وقت تكون عا بدرس انا صفة وحدي فبكون هجوني وحادي وازع عندي صفتين فبكون شو عا بدرس هجوني ثناعي الام مسلا بالنسبة لها نبات البازلاء قصيرة الساق مع طويلة الساق القصيرة تي صغيري تي صغيري والطويلة تي كبيري تي كبيري الاعراس طبعا العروس الواحي دي بدي يكونها عامل واحد انا رمزين انا اخ واحد منهن للعروس فعندي التن تين متل بعضهم فبدي يكون الاعراس تي صغيري تي صغيري فكلهم متل بعضهم معلاته تي صغيري للتذكير مشان اه مر على المسائل الاصعب بيكون احسن انا تي كبيري واحد على واحد تي كبيري الاعراس لطويلة الساق هلا بتحد العروس الاولى مع العروس التاني فصارت اشو تي كبيري تي صغيري الافراد افراد الجيل الاول النمط الوراسي لافراد الجيل الاول نمطها الظاهرة طالما انه عندي انا صار عندي العاملين اللي قال عنه الماندل او الالليلين واحد كبير وها صغير والكبير منعرف انه هو الساد فبدي تكون طبعا طويلة الساق لو اخدت انا هاي طويلة الساق وهجنتها مع بعضها البعض تي كبيري تي كبيري مع تي كبيري تي كبيري لاحظة منهوني بالاعراس انا شلون بحسن طالة الاعراس عندي تي كبيري وتي صغيري فكل واحدة منهم راح تروح على العروس فهذا راح يكون عندي نص الافراد تي كبيري ونصها تي صغيري والتاني كمان راح يكون نفس المبدأ نص تي كبيري نص تي صغيري هلأ اه النمط الوراسي للجيل الاول هاي عندي صار اربع اعراس اثنين من السلال الاولى واثنين من السلالي التاني كيف راح يكون اه التقاء كله طبعا انا بحكي انا امور توضيحي مشان انت ازا صدفاتك مسألة تعرف تحاكمها الاول مع الاول تي كبيري تي كبيري الاول مع التاني تي كبيري تي صغيري هلأ قد التاني من الاول مع الاول من التاني اللي هو تي كبيري تي صغيري والتاني من الاول مع التاني من التاني بيصير عندك تي صغيري تي صغيري طبعا عندي اربع انماط معناته كل واحدة ربع اربع انماط كل واحدة ربع اذا منين طلعت انا هاي الربع لانه عندي انا اربع انماط فبدي يكون احتمال كل واحد منها. ربع الانماط. واحد من اربع. اذا اربع انماط واحد من اربع. نمط طبعا الظاهرة. التاي كبيري تاي كبيري هاي متماثل اللواقح. والتاي كبيري تاي صغيري. والتاي كبيري تاي صغيري. ايه ثلاثة انماط بتكون طويلة الساق لانه الطويلة الساق راجحة. صفة راجحة. هوني ازا قال لي ما نمط التاجين رجحان تام. اما بالنسبة له التاي صغيري تاي صغيري فهي قصيرة الساق. نسب طبعا راح هتكون ثلاثي الى واحد. انها مسألة مسألة اجري التهجين بين كبش صوفه ابيض وهي صفة راجحة مع اغنام صوفة سوداء صفة متنحية كان النسل الناتج خمسين بالمي بصوف ابيض وخمسين بالمي بصوف اسود. او انه السلالتين صعفيات كان لازم يطلع عندي بالجيل الاول مي في المي للصفة السائدي وبتجي للتاني بطلع عندي خمسة وسبعين للصفة السائدي وخمسة وعشرين للصفة المتنحية. اما هون طلع عندي خمسين ابيض وخمسين اسود يعني خمسين للصفة السائدي وخمسين للصفة المتنحية. من خلال هالكلام هاد بعرف انه الصفة او الافراد الحاملة للصفة الراجحة بتكون غير متماثلة او من قول عنا متخالفة اللواقع. شلو راح يكون هذا طبعا من خلال الجدول الوراسي. لاحظ انه آآ الكبش اللي يصوفه ابيض اكبيري. انا بعرف انه هي اللي تعطي اللون الابيض. والاغنام السوداء ازيري ازيري هي صفة المتناحية. لاحظ هنا وضعت انه اشو صفة متناحية مع متخالف اللواقح. لانه طلع عنا بالافراد اه اه اغنام اصوافها سوداء. يعني الصفة المتناحية خمسين وصفة سائدة خمسين. هاي طبعا طالما انه عندي رمزين معناته كل واحد من النص احتماله. رمزين مختلفين عن بعضهم البعض. كل واحد نص. بينما بالاغنام الصوفة سوداء متل بعضهم فبدي يكون كل الاعراس متل بعضها واحد على واحد ا صغيري. نمط الوراسة للابناء الاول رح يتحد مع ا صغيري والتاني رح يتحد مع ا صغيري كمان. فبكون عندي ا كبيري ا صغيري. و ا صغيري ا صغيري. عندي نمطين. الا كبيري ا صغيري هو نفسه اللي صوفه ابيض. نتيجة انه الا كبيري هي السائدي. والا صغيري صوفه اسود. لاحظوا انه طول عندنا نمطين بس كل واحد منهم نص. فخمسين في الميه للافراد ذات الصوف الابيض وخمسين في الميه للافراد ذات الصوف الاسود. هذه الطريقة نسميها طريقة التهجين الاختباري. لماذا تستخدم طريقة التهجين الاختباري? طبعا تستخدم لمعرفة النمط الوراثي لفرد يحمل صفة راجحة. هل هو متماثل لواقع او متخالف لواقع? لاحظوا هنا وقت اللي طلع عندي خمسين في الميه للصفة السائدي وخمسين بالميه للصفة المتنحية. عرفت انه مباشرة انه اشو الكبش الصوفه ابيض الحامل للصفة السائدي هو متخالف لواقع. لو طلع عندي ميه في الميه بافراد الجيل الاول كلها للصفة السائدي معناته لازم يكون احد الابوين الحامل للصفة الراجحة هو بيكون اشو اجباري متماثل اللواقع. فبعا اي طريقة تستخدم لما للتمييز بين فيما ازا كان الفرد الحامل للصفة السائدي هل هو متخالف اللواقع? من كلال الميسان. اجري التهجين بين سلالتين صافيتين من نبات البازلاء الاولى حمراء الازهار والثاني بيضاء الازهار فكانت افراد الجيل الاول كلها حمراء. لاحظ معي هنا انه حمراء الازهار مع بيضاء طلعت افراد الجيل اول كلها حمراء. معناته انه الصفة السائدة هي الحمراء. وطلعت كل الافراد معناته هون يعنى الابوين متماثلي اللواقع. طبعا بشكل بديهة انه الصفة المتنحية دائما بتكون اشو متماثلة اللواقع. والتركيز عند الصفة السائدة. اذا الصفة متنحية دائما بتكون متماثلة اللواقع. اما الصفة السائدة ففي عندي احتمالين اما ان تكون متماثلة اللواقع او متخالفة اللواقع. اذا ظهر عندي بتجيء الاول كل الافراد تحمل الصفة السائدة معناته هي الصفة هون بتكون متماثلة الا او الفرد بيكون متماثل اللواقع. هون اه ما نوع الهجوني طبعا الهجوني بتكون اشو? احادي وتكون رجحان وسميه رجحان تام. رجحان تام. طيب ما هي الانماط الوراثية للابوين واعراسهما ولأفراد الجيل الاول اه الانماط الوراثية للابوين ثم الاعراس ثم افراد الجيل الاول والنتائج طبعا اه نتائج التهجين بين افراد الجيل الاول. كل حكي ناستنا في دون الهجوني الاحادي. نوع الهجوني قلنا احادي رجحان تام. رجحان تام. قلنا ظهوري احد الصفة دين معناته رجحان تام. التهجين بين الابوين رح لاحظ انه الحمراء الازهر مع البيضاء الازهر. الحمراء باخد طالما انها صفة سايدي باخد اشو? الرمز الكبير. ار كبيري ار كبيري. والبيضاء بتكون اه هي رمزه الصغير ار صغيري ار صغيري احتمال الاعراس. لاحظ انه عندي هوني الرمزين مثل بعضا فبدي يكون اعراس ار كبيري. واعراس ار كبيري فكل الاعراس معناته مثل بعضها ار كبير. هنا الاعراس في اعراس ار صغيري واعراس ار صغيري. فبقى تكون الاجباري كلها معناتهم مثل بعضها ار صغيري. النمط الوراسي الار كبيري هاي راح تتحد مع الار صغيري ورح يتشكل عنها واحد على واحد ار كبيري ار صغيري. باعتبار انه هون ار كبيري راجحة على الار صغيري. راح تكون كل الافراد ذات ازهار حمراء. الان راح اخد انا هاي الازهار الحمراء الهجيني وهجن بيناتهم ازهار حمراء مع ازهار حمراء. ار كبيري ار صغيري مع ار كبيري ار صغيري. الاعراس. ذكرك شون بطالة الاعراس طبعا عندي انا رمزين. الرمز الاول عروس والرمز التاني راح اخده العروس. فبصير عندي عروس ار كبيري وعروس ار صغيري. طالما انه عندي نمطين معناته راح يكون كل واحدة منهن اشو نص احتماله. نفس ما ابدأ هون نص ار كبيري ونص ار كبير ار صغيري. هلق عملية النمط الوراسي للجيل الثاني راح يلتقى الار كبيري من الاول مع الار كبيري من التاني. راح يتشكل ار كبيري ار كبيري. بعدين الار كبيري من الاول مع الار صغيري من التاني بتشكل ار كبيري ار صغيري. الار صغيري من الاول مع الار كبيري من التاني كمان راح يتشكل عندي ار كبير ار صغيري. بحط طبعا دائما الرمز الكبير قبل. بنفس الصفة طبعا وبكون عندي نفس عبدور الصفة الوحدي. وبطلع عندي اخر شيء الار صغيري رح تلتقى مع الار صغيري. طبعا نص. انه نص العروس هاي مع نص هاي نص ضرب نص بيطلع عندي ربع. بيطلع عندي اربع انماط من الافراد في الجيل التاني كل واحدة من نسبتها الربع. لاحظ انه الار كبيري الار كبيري والار كبيري ار صغيري. هاي كلها راح تكون زادة ازهار حمراء فقط الار صغيري ار صغيري راح تكون ازهارها بيضاء. يعني النسبي ثلاثة واحد او خمسة وسبعين بالمئة الى خمسة وعشرين بالمئة. نسأل البعدة اجري التهجيم بين السلالتين الصافيتين من النبات البازلة ازهارها حمراء مع ازهار بيضاء ار صغيري. كانت جميع افراد جيل اول ازهارة حمراء. ما نمط ما النمط الوراسة ما نمط الهجونة وما النمط الوراسة الابوين وعراسهم المحتملي ما النمط الوراسة الافراد الجيل الاول حسب النظري الصبغي. نفس المسألة اللي حللنا قبل شوي لكن اشو? انه عنا نحنا حسب النظري الصبغي طبعا ممكن يجينا هجونة سنائي حصل النظري الصبغي. فانا بحل المسألة بطبيعتها متل ما هي. ولكن اشو? راح ضيف رسمة الصبغي حد كل رمز. ازا النظري الصبغي بتفرق عن الحل بالطقيقة العادي انك بس حد كل رمز بتضيف صبغي بتحط عليه نقطة مسلا او شخطة تشير الى موقع المورسي. لاحظ معي مسلا نمط هجونة رجحان تام كمان. لازار بيضاء ار صغيري ار صغيري شايف? انه نفس الشي انه كان عندي رمزين ار صغيري ار صغيري لكن حطيتها شو حدها? حطيت حدها الرسمي تمثل الصبغي. ولازار الحمراء ار كبيري ار كبيري وهاي رسمتين للصبغي واحد على واحد ار صغيري واحد على واحد ار كبيري كمان صبغي شايفين رسمنا الصبغي? هلا رح يلتقوا مع بعضهم ار كبيري ار صغيري كل واحد منهم حده الصبغي الخاص فيه. ازهار طبعا حمراء. نفس المبدأ تماما لكن ايش قلنا فقط في وقت اللي بكون عبي طلب مني الحل بالطريقة النظري الصبغي رح ضيف صبغي حد كل رمز. هاي زيادة عن الطريقة العادة. عن اعتبار انه الصبغيات هي حوامل الموريسات. اه جيه التاني اخلت الازهار الحمراء مع الازهار الحمراء ار كبيري ار صغيري وحطيت صبويات. نص ار كبيري نص ار صغيري وهون نص ار كبيري نص ار صغيري رح يكون عندي ربع ار كبيري ار كبيري ربع ار كبيري ار صغيري وربع ار صغيري ار صغيري التلاتة انماط الاولى حمراء الازهار والنمط الاخير بيضاء الازهار طبعا انماط التلاتي النسبة تلاتي الى واحد تلاتي الى واحد ما اختلفت معنا اذا فقط انه ضفنا ضفنا شو صبغة على الاعراص ثم التحجين بين كبش ذكر اغنام صوفه ابيض واغنام صوفه اسود فكان الجيل الاول كله بصوف ابيض ونطبعا رجحان تام لظهور صفة احد الابوين قلنا اا كبيري اا كبيري ازغيري ازغيري كله ازان الاعراس اا كبيري والاعراس التاني اا صغيري اتحادا مع بعض اا كبيري اا صغيري نمط الظاهرة رح يكون شو صوف ابيض جونة الجيل الاول ابيض مع ابيض يعطينا كل واحد منهم نص الاعراس اا كبيري اا صغيري اا الافراد رح تكون اا كبيري اا كبيري ابيض اا كبيري اا صغيري ابيض و اا صغيري اا صغيري الاخير هو اسود هاي الانماط طبعا بشكل عام او بسيطة طبعا الهجوني الوحادي غالبا ما انه بتجي هجوني من صناعي وبعد يعني كمسألة بالكتاب بالامتحان اا عما مسألة هجوني صناعي اجراء التهجين بين السلالتين نبات البازلاء الاولى طويلة الساق وحمراء الازهار صار هنا عندي نزام صفتين وحط لي انه رمز كبير اذا عطل لي انه رمز كبير خلاص معانته هاي صفة سايدة صفتان راجحتان والثانية قصيرة الساق تي صغيري بيضاء الازهار ار صغيري لاحظ مايه هنا حصلنا على خمسين بالمئة من النباتات طويلة الساق حمراء الازهار اذا عطاني مسألة كل الافراد طويلة الساق حمراء الازهار معنات واشو السلال الاولى تيك بيري تيك بيري ار كبيري ار كبيري انه هون طلع عندي خمسين بالمئة طويلة الساق حمراء الازهار وخمسين بالمئة اشو طويلة الساق بيضاء معناته صار عندي كل الافراد طويلة الساق هذا بيدلني على انه تيك بيري تيك بيري و نص حمراء ونص بيضاء معناته لازم تكون ار كبيري ار صغيري في السلال الاولى والسلال التالي طبعا ار صغيري ار صغيري من خلال المسألة أنا بستوعب أقرأ المسألة على مية مهلة وحط المعطيات على المسود دي وخططن هيك وشوف أشو النتائج عندي قبل ما باشر بالحل ما بخلي ما بهم الولا جزئي من جزئيات المسألة هذا قول بيهم بجدوء الوراسي نتائج التهجين طبعا من خلال نتائج التهجين نلاحظ أنه جميع الأفراد طويلة دي الساق هذا يدول على أن السلال الأبوي صافي متمثلة لواقع بالنسبة لمن لصفة اللون صفة الطول ونص الأفراد حمراء ونصف بيضاء معناته أشو بتكون هون متخالف للواقع كيف راح تكون المخطط الجدول عنا طويلة الساق حمراء وقصيرة الساق بيضاء طويلة الساق قلنا تيك بيري تيك بيري استنتجنا أنها صافي الحمراء لازم تكون هجينية فحب حطها ار كبيري ار صغيري القصيرة راح تكون كل الرموز صغيرة اه اه تي صغيري تي صغيري ار صغيري ار صغيري الاعراس كيف انا بطالع الاعراس هلق عندي تيك بيري تيك بيري هاي نفسها فالتيك بيري اما مع الار كبيري او مع الار صغيري فما راح يكون راح يكون عندي هون نمطين نص الافراد تي ار كبيري ونصها تيك بيري ار صغيري اما بالنسبة لقصيرة الساق فكلها مثل بعضها راح تكون تي صغيري ار صغيري النمط الوراسي للجيل الاول راح يتحد الاول مع تي ار صغير والتاني راح يتحد كمان فبكون عندي نمطين الاول هو تي كبيري تي صغيري ار صغيري ار صغيري وتي كبيري تي صغيري ار كبيري ار صغيري لاحظ معي انه تي كبيري تي صغيري هاي طويل الساق وهاي اللي هون كمان طويلة الساق بينما ار صغيري هون ار صغيري هاي راح تكون بيضاء لازهار وهاي راح تكون اشو حمراء لازهار طلع عندي نمطين كل واحد ما ديكون نسته النص وبالتالي اشو رح يكون خمسين في المية بخمسين في المية. متل ما طلعت معي النتائج في المسألة. او متل ما اعطاني النتائج في المسألة. انا حتى اتأكد من شغلي لازم اعرف انه تطلع معي نتائج. في الحل نفس النتائج اللي اعطاها في المسألة. اجد التاجين بين سولادتين من نبات البندورة الاولى ثماروها كبيرة. بي صغيري. معناة صفة متنحي. لا تقاوم المرض اف كبيري. اي صفة سائدي. والثاني ثماروها صغيرة بي كبيري. الثمار الصغيرة هي الصفة السائدي. الراجحة تقوم اه تقاوم المرض اف صغيري. فحصلنا على الجيل الاول ثمار صغيرة لا تقاوم المرض. ثمار اللي هي من الصفات السائدي. ما نمط الواجوني للصفتين معنا ما الانماط الوراثية. للابوين وعراسهمة محتملة. وما النمط الوراسي لأفراد الجيل الاول. ما احتمال عراس الجيل الاول. ما الانماط الوراثية الظاهرية للجيل والظاهرية للجيل الثاني. يعني بدنا نعمل جدول لانتهجين الاول والثاني معنا. طيب نمط الهجونية رجحان تام لاحظ معي الجدول واني رح يقل نمط الوراثة لكل من الابوين ماذا رح يكون النمط الوراثة الكبيرة لا تقاوم مرض الكبيرة طبعا بير صغيري بي صغيري ولا تقاوم اف كبيري اف كبيري صغيرة بالعكس اف صغيري اف صغيري بي كبيري بي كبيري طبعا هاي اف صغيري ازا نقلها كبيرة لها تقاوم صغيرة بكبيري بكبيري تقاوم اف صغيري اف صغيري احتمال العراز اف كبيري بي صغيري وان اف صغيري بي كبيري رح يلتقين مع بعضا اف كبيري اف صغيري بي كبيري بي صغيري نمطة الظاهرة صغيرة لها تقاوم المرض اعراس الجيل الاول F كبيري B كبيري F كبيري B صغيري و F صغيري B كبيري و F صغيري B صغيري هاي اعراس الجيل الاول طلبه الصغيرة اللي تقاوم المرض بدي يكون فيها F كبيري وال B كبيري اعتبار انه هذول الصفتين الراجحتين شخطة تدل علامة انه الرمز التاني ما بهم الكبيرة لا تقاوم المرض كبيرة B صغيري B صغيري لا تقاوم المرض F كبيري شخطة وهي نسبة 13 صغيرة تقاوم المرض الصغيرة هي B كبيري شخطة وتقاوم المرض F صغيري F صغيري نسبة 13 كبيرة تقاوم المرض وهي المتنحي للصفتين بي صغيري بي صغيري اف صغيري اف صغيري نسبتها واحد على ستة عشر عند التهجين بين سلالتين صافتين من نبات شاب الليل المستاني الاولى حمراء الازهار خط هذا الخط اش بذكرنا انه رجح انت الرجحان التام قلنا ما بده خط اللي كنا عم نحكي عنه هذا شو رجحان غير غير تام رجحان غير تام بس شفنا الخط ازا كان مكتوب فهو رجحان غير تام او بدي طلع على لاحظ هون كان خليني اقرأ المسأل عنده تهجين من سلالتين صافتين من نبات شاب الليل المستاني الاولى حمراء لازهار والسلالي الثاني بيضاء لازهار ا صغيري كان الجيل الاول كله وردة شايف ما لا ظهر حمراء ولا ظهرات بيضاء طلعوا حنا شو لون جديد هو الوردة لون جديد فهذا شو رجحان مقول عنه رجحان غير تام رجحان غير تام المطلوب ما نمط الهجوني الوحادي ولماذا وضح بجدوى الوراسة هجونة الاباء وهجونة الافراد الجيل الاول طبعا نمط الهجوني اشو قلناه رجحان غير تام السبب ليش قلت عنه رجحان غير تام السبب طبعا هو لانه لم يرجح الليل صفة احد الابوين على الليل صفة الاب الاخر مصر واحد يرجع على التاني ما في سيادي من اول على التاني انما كان ظهور صفة جديدي او نمط بقول عنه جديد نمط جديد الهجونة بين الابوين رح تعرف على حمراء الازهار مع بيضاء الازهار اا كبيري اا كبيري مع البيضاء الازهار اا صغيري اا صغيري الاعراس رح تكون طالما انه ركزه معناه انه هوني التنتيم مثل بعضهم فبدي يكون كل الاعراس مثل بعضها اا خط اا خط كبير يعني وبالنسبة لبيضاء الازهار رح تكون اا صغيري التقني مع بعضهم رح تكون اا كبيري اا صغيري طبعا في خط على ال اا كبيري هذا النمط بالعادي نحنا كان يظهر عندنا برجحان التام يظهر لون احمر الازهار هون رح يطلع عندي لون وردية الازهار وردية الازهار ازاي خدتنا الوردية الازهار وزاوجتها مع بعضها البعض اا كبيري خط مع اا صغيري والوردية التانية اا خط اصغيري الاعراس رح تكون نصف 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 اا كبيري ونصف اا صغيري ونصف اا كبيري نصف اا صغيري طبعا لا تنسوا الخط الفوقها النمط الوراثي اا كبيري بدي يكون مع اا كبيري اا كبيري مع اا صغيري وهون اا كبيري مع اا صغيري واخر شي اا صغيري مع ا صغيري هلق الا كبيري اا كبير كان يطلع عندي قابل انا ثلاثة انماط هاي حمراء والنمط الرابع اشو بيضاء بينما هو ما رح يطلع عندي رح يطلع عندي النمط الاول حمراء مزبوط لانه متماثل اللواقع النمطين التاني والتالت اللي هين متخالف اللواقع اا رح يكون فيهن الرجحان غير التام ظاهر ويطلع عندي اشو اا اللون الوردي اللون وردي اما الاخيرة فهي النمط اا المتنحة وراح يكونها بلون ابيض النسبي بدل ما كانت ثلاثة واحد صارت واحد اتنين واحد هذور الثلاثة كني مع بعض نعد نرمز نسبي وحدي هلا كل شيء لحال صار احمر لحال والوردي ثنتين والابيض وحدي عند اجراء التاجين بين سلالتين من الفئران ذات اللون الاصفر حيث ان الفئران يوجد الليل راجح واي اصفر يلو يحدد اللون الاصفر وهو مميت في حال تماثل لوغح يعني اذا كان فيه عندنا فرد صار عنده واي كبير واي كبير بيموت هذا الفرد لانه هاي موقع عنه المورسي المميتي بينما التمافل في الاليل المتنحة واي صغيري واي صغيري يحدد اللون الرمادي ويكون هون الفرد حي طبعا اذا كان حتى متخالف لوغح واي كبير واي صغيري هذا بيعطل هنا اصفر وحي ايضا يوضح بجدول وراسة نتيج التاجين اخدنا فئران صفراء مع فئران صفراء هلأ هون يبدي يقلي النمط الوراسة للأبوين النمط الوراسة للأبوين ما شو؟ لكل منهما احسنت اذا لازم نكون واي كبير ليش ما حطيت واي كبير واي كبيري؟ ليش ما حطيت واي كبير واي كبيري؟ ادرك في الاي كبيري بيموت م𝘉 هيك ما في افراد مانو من بيمورد م�lyd خلص م таких فهذا بنحذف من الافراد من الولادات فقط بيبقى المتخالف اللي واي كبير واي صغيري فانا بس شفت فئران صفراء خلصاي متخالفة اللي واي صغيري فهون الوقت لعي بقول لي فئران صفراء مع فئران صفراء راح تكون واي كبير واي الصغيري والتاني واي كبير واي صغيري لا يلي اعراس اي رح تكون نص بنص نفس المبدأ هاي للنص واي الصغير But a y والتاني نص واي كبير واي صغيري الالتقاء الواية كبيري مع الواية كبيري الواية كبيري lag واي كبيري مع واي صغيري كبيري مع واي صغيري ايضا اخر شي هي واية صغيري واية صغيري لاحظوا معي هلا kai صفرة وهي صفراء وهي صفراء So F tends to be on help والاخيرة A st PE I والاخيرة هاشو رمادي تماما لاحظ هون انا عند هاي النقطة اللي هي واي كبيري واي كبيري اذا بدي اكتب انا نمطها الظاهري اش بدي اكتب طبعا اصفر يموت جنينيا اذا هذا اشو مات من بالجنين والجنين بيموت قابل الولاد بينما الواي كبيري واي صغيري اصفر واي كبيري واي صغيري كمان اصفر ينته انه متخالف هذا حي وققل عندي الرماده هلق واحد اثنين واحد هذا الواحد الاول اللي بيموت انحزف من النسب فوقت ان يبقول النسبي الظاهرين لافراد ماادر عندي واحد اثنين واحد بلت عندي شو اثنين واحد فقط اثنين واحد فقط النسبي هذا خلص انحزف من نسبة الولادات حزف من نسبة الولادات ما اعتبرت planned 3-1 شلته من الثلاثة او ازا قلت واحد اتنين واحد فكان حتى الواحد هاي راحت فبغل عندي فقط اتنين واحد اذا كي بنحزف طالما انه مات هاي المورسات طبعا المميتي تحاولت ازا من النسبة المندلية من ثلاثة واحد الى النسبة اتنين واحد بسبب نوت الافراد المتماثلة للواقع واي كبيري واي الزيار في المرحلة الجنينية مسألة اخرى لما التاجين بين السلالتين صافيتين من نباتة الزينية الاولى ازهارة حمراء خط انبوبية صار وانا شو هجوني عندي سنائي وبنفس الوقت شايفينها الخط يعني بيدلني على انه رجحان غير تام الثاني ازهارة بيضاء صفة متنحية ومنتظمي صفة سائدة كانت نباتات الجيل الاول لاحظ ازهار وردية منتظم وردية منتظم المطلوب نمط لجول اللي يكون من الصفتين نمط الوراثة للابوين وراسيما المحتملة والجيل الاول وطبعا بيين بجدول وراسة نتائج تهجين بينها احد نباتات الجيل الاول اللي بيدي يطلع معنا هلأ بالتهجين ما اخر ازهار حمراء امبوبية حمراء امبوبية هاي الحمراء الامبوبية اللي هي واحدة من الابوين لاحظ معي انه لو قلم ما هي نمط الهجوني لكل من الصفتين الصفة الاولى هاي حمراء مع بيضاء عطتها شو وردي فبقول الهجوني نمط الهجوني ليه صفة اللون هي شو رجحان غير تام اما نمط الهجوني ليه صفة الشكل هون وحدي انبوبية ووحدي منتظمة تحدني مع باطن او التقيني الارس مع باطن عطاني شو كلها منتظمة فهون رجحان تام اذا الصفة الاولى رجحان غير تام والصفة التانية رجحان تام هيك بحددها اقول نمط لجوني كل من الصفتين الصفة الاولى تزعر والصفة التانية كذا نمط لرأس الابوين وعراسه ما رح اذا رجحان تام لصفت شكل الازهار ورجحان غير تام لصفت اللون نمط لرأسه للابوين قلنا شو حمراء وامبوبي التاني بيضاء ومنتظم الاعراس رح تكون كلها ا كبيري بي صغيري وون بي كبيري ا صغيري نمط لرأسه للجيل الاول بي كبيري بي صغيري ا خط بي ا صغيري اذا ا كبيري ا صغيري تشيل هذا النمط اللي اخدناه ورح ينزرجو على مين مع نمط أمبوبي حمراء لازهار امبوبي حمراء لازهار الأمبوبي حمراء هي ا ا كبيري ا كبيري بي صغيري بي صغيري اما الوردية المنتظمة اللي طلعت معنا في الجيل الاول هي A كبيري A صغيري B كبيري B صغيري. العراس لحو هون انه عندي تنتين للـ A متشابهات وB للمتشابهات فراح تكون كل الافراد A كبيري B A كبيري B صغيري. بينما بالنسبة للوردية المنتظمة عنا اربع رموز مختلفة فراح يطلع عندي اربع اربع انماط من الاعراس. الـ A مع الـ B كبار بعدين الـ A كبيري مع الـ B صغيري نمط تاني. لـ A صغيري مع الـ B كبيري. لـ A صغيري مع الـ B صغيري. اذا هاي الانماط الاربع. A كبيري B كبيري. A كبيري B صغيري. A صغيري B كبيري. A صغيري B صغيري. هلق راح يلتقى هاد عروس السلالة الاولى مع الاول ثم مع التاني ثم مع التالف ثم مع الرابع. راح يكون عندي اربع انماط وراسي للافراد الناتجي. A كبيري اكبيري بيك بيري بي صغيري هذا الاول مع الاول الاول مع التاني اكبيري اكبيري بي صغيري بي صغيري الاول مع التالت اكبيري اصغيري بيك بيري بي صغيري والاول مع الاخير اكبيري اصغيري بيك بي صغيري بي صغيري هون عند التنتين اكبيري معاتها ازهار حمراء وموجود البي كبيري فهي منتظم إذن حمراء منتظم الثاني A كبيري A كبيري حمراء لكن عندها B صغيري B صغيري فهي أمبوبي الثالث A كبيري A صغيري هي وردي وردي والثاني منتظم الصفة التاني منتظم هون وردي كمان الصفة أمبوبي صفة què تزوج رجل سليم مجعد الشعر صافي مع امرأة منجلية شعرها سبل صافي منجلي يعني مصابي بمرض فخر الدم من منجلي فكان الاولاد جميعهم مجعدي الشعر لاحظوا انه سليم مجعد الشعر الاب والام منجلية شعرها سبل كان الافراد اول الشي اشو مجعدي الشعر معناته هاي الصفة تجاعد الشعر عرفنا انه هي السائدة على الشعر السبل لا تبدو عليهم الاصابة لا تبدو عليهم الاصابة يعني ما عليهم صفة ما مبين عليهم انهم مصابين بمرض المنجلي رمز من المجعد بام وللسبل ام صغيري مانوط الهجوني لكل من الصفتين طبعا انا بالنسبة لفخر الدم المنجلي بعرفوا انه هو يشو انه خضار الدم بكون رجحان مشترك رجحان مشترك بينما بالنسبة للشعر الشعر هون صفة ظهرت صفة في الجيل الاول معناته هاي اشو هي الراجحة وبيكونوا رجحان تام الهجوني ثنائي رجحان تام لصفة الشعر ورجحان مشترك لصفة شكل خضار الدم نمط الوراسة للابوين طالما انه مجعد ام كبيري ام كبيري وقلنا اشو سليم اتش بي اه اتش بي اه هين مبلبين اه هين مبلبين اه وفي عنا بالنسبة لها الام المصابي اتش بي اس اتش بي اس وبنفس الوقت اشو سابرة الشعر ام صغيري ام صغيري احتمال لعراس استاذ هلقى الام مصابي ولا ناقل للمرض نعم الام مصابي ولا ناقل للمرض هلقونا احنا قلنا الام مصابي بالمسألة مع امرأة من جلي كلمة من جلي يعني مصابي بدي حط اشو اتش بي اس اتش بي اس اما اذا ما اذكر لي مع امرأة مو معروفي وقل في الابناء ظهر ابناء انه مصابين فهون انا بيختر في بالي انه بتكون هي متخالف الواقح والاب متخالف الواقح حتى تبين معين بالافراد الجيل الاول اذا كان الاولاد اذا هن الاب والام ما مو مبين عليهم المرض مو مبين عليهم المرض بس اجاهم الولاد من جليين معناته حتى يصيروا من جليين الاولاد لازم يكونوا تبين الاب والام متخالفين لواقح يعني اتش بي اي اتش بي اس والتاني اتش بي اي اتش بي اس فبيطلع عندهم بالابناء اتش بي اس بيظهر عليه المرض لانه المتخالف اللواقح ظاهريا ما بيبين عليه ما بيبين ايمت وقت اللي مثلا بصير بالمرتفعات بصير في عنده ضيق مثلا في التنفذ وكذا فبيشك انه هو مصاب لكنه بالاحوال طبيعي بيبينه وكأنه طبيعي لكن دمه اذا تحلل بطلق انه في عنده خضاب منجلي وعنده خضاب طبيعي هذا الناقل منقول عنه او السليم ظاهريا المنبين عليه المرض بس بالمسأل هون قلي منجليه معناته خلاص انتهى يعني بدي حط اتش بي اس اتش بي اس النمط الوراسي للابناء لاحظوش لهون انه راح يطلع عندين ام كبيري ام صغيري واتش بي ا من الاب واتش بي اس من الام صار عنده اشو الخضابين الطبيعي والمينجلي وبالنسبة له اه الشعر طالما انه الام راجحة فبتكون تعطي شعر مجعل اذا نشرك الكريات الحمراء راح تكون تحوي على نوعي الخضاب الطبيعي والمينجلي طبيعي اللي هو ال ا وال اس هون ليش قلنا لانه رجحان مشترك الرجحان المشترك بيعبر عن انه الصفة بتعبر عن نفسها والصفة التانية بتعبر عن نفسها فبيظهر بالفرد ابناء الصفتين سوا مع بعضهم شفنا بالرجحان التام صفة واحد منهم اللي بتظهر الرجحان غير التام ما بتظهر لا الاول ولا التانية بتظهر تالتي يعني متل الوسط بين التنتين شفنا الوردة يعني لاهو احمر ولاهو اشو ابيض متل كأنه انه شي سبغ عشي فعند عنا هون بنفهم انه نمط تالب بينما الرجحان المشتركة اتنين بدي يعبرنا عن نفسهم فصار عنا خضاب دم طبيعي وخضاب دم منجلي التنتين موجودات ما تشل طبعا زمر الدموي وقت تلتقى الزمر الدموي ا مع الزمر الدموي ب هون ما في ولا واحدة من المترجع التاني فبصير عندنا زمر دموي ابي هلا فيها النامسة لي انجب زوجان لا تظهر عليهم علامات الاصابي بمرض فقر الدم المنجلي اطفالا بعضهم مصاب بهذا المرض لاحظ هون انه زوجان طلعنا ما في عليهم شيء لكن اجاه هنولادا شو مصابين مو كل الاولاد طبعا اجاه افتديجي شيء سليم وشيء اه مصاب فاذا علمت ان اللي الخضاب الدم اتش بي اي هو الطبيعي والطافر اتش بي اس المطلوب ما نمط الوراسي للابوين وعراسيهم المحتملي لانمط الوراسي والظاهري للابناء ونسب الابناء المصابي وما علاقة الرجحان بين الاتش بي اي والاتش بي اس ولماذا هلأ خادها بالنسبة لها الجدول نمط الظاهري للابوين اتنين سليم ظاهريا وامرأة سليمي ظاهريا لكن ما بيجي هنولاد الا ازا كانوا اشو متخالفين يعنو بدا تيجي عراس مذكرة مع راس مؤنسي يعني بدي يجي عروس حامل للمورسي المنجلي او انصح التعبير اللي حامل الصفة المنجلي وعروس الانسوي اللي حامل للمورسي المنجلي كمان فبدي يكون اتنينة انو عنده اشو المورسي المنجلي فلازم يكون اشو متخالفين الا واقع. هيكون اتش بي او اتش بي اس للطرفين. اتش بي اا اتش بي اس. الاعراس راح يكون نص بنص نص اتش بي او نص نص اتش بي اس. والتاني نفس المبدأ هلق التقاء الاش بي لاحظون الاش بي اس مع الاش بي اس بيعطيني اشو نماط من جلي الاش بي اس مع الاش بي ا عطاني اشو متخالف الاش بي ا هاي مع الاش بي اس كمان نماط متخالف الاش بي ا مع الاش بي ا عطاني اشو نماط سليم فانا عندي اش بي ا ا اش بي ا هذا بدي يكون شو مولود سليم بغض النظر زكر ولا سليم. الـ H-B-A H-B-S هاي شو متخالف او منقول ناقل. الـ H-B-A H-B-S كمان شو متخالف. الـ H-B-S H-B-S هذا مصاب. ازا صار عندي واحد سليم مي في مي والتاني او ربع ما نقول الاحراء يعني لأول ربع آآ ربع سليم والاخير ربع آآ مصاد وبالنص ربعين هذول الربعين بيكونوا ما شو بالظاهر سليم لكنه ما شو يحمل آآ في مورساته آآ المرض يحمل في مورساته المرض ودمه بيكون خضابه نصه آآ مصاد نصه من جلي نصه من جلي فبتكون خمسة عشرين بالمية من جلي خمسة عشرين بالمية سليم وخمسين بالمية اللي هو بتكون متخالف بالظاهر سليم لكنه هو آآ ما نقول نص اصابي نص اصابي نسبة الابناء المصابين هي خمسة وعشرين بالمية اللي هي اتش بي اس اتش بي اس نمط الرجحان هون رجحان مشترك وهي طبعا نمط الرجحان المشترك حال التوازن بين اللي لي صفة خضاب الدم الطبيعي والمنجلي صار في بنات انتوازن تنتين عبرني عن نفسه في بشكل متوازن فظهر انه عند الشخصات دم منجلي ودم طبيعي عند التحجين بين سلالي من نبات القرأ الاولى ثمارها صفراء واي والثاني ثمارها خضراء جين كانت جيل الاول جميع نباتات هي ذات ثمار مخططة بالاصفر والاخضر لاحظون كلمة مخططة يعني ظهر عندي اللون الاصفر واللون الاخضر مع بعض البعض المطلوب ما انا مطلق هجوني وضح بجدول وراسة هجونة الابوين وهجونة افراد الجيل الاول وضح بجدول وراسة نتائج التهجين بين افراد الجيل الاول مع ثمار مع ثمار خضراء مع فرد ثمار وخضراء الهجوني هون طالما انه طلعت ماء مخططة باللونين سوا يعني اللونين عبرني عن نفسه معناته هون مباشرة راح اقول انه رجحان مشترك ومع صفراء الخضراء جي كبير جي كبيري والصفراء واي كبيري واي كبيري الاعراس طبعا واحد على واحد جي كبيري واحد على واحد واي كبيري النمط الوراسة راح يكون التنتين مع بعض البعض جي كبيري واي كبيري هلقد جي راح تعطي خضراء والواي راح تعطي صفراء راح يعبرني التنتين عن بعض وبالتالي رح يطلع مثلا اه اشو مخططة خط اخضر خط اصفر خط اخضر خط اصفر ازان هاي الافراد رح تكون اشو مخططة الممارستين هون عبرني عن نفسه هذا اسمه رجحان مشترك ازان صار عندي هلقنا الانماضة ثلاثة من الرجحان رجحان تام احدى الصفتين بتزهر في الجيل الاول وهي بنسميها الصفة الراجحة الرجحان غير التام تزهر صفة ثالثة وصف بين الصفتين التهجين الرجحان المشترك وهو اللي بيظهر الصفتين مع بعض البعض بيعبرني عن نفسه وهذا ازان اه بكون مثل المثالة المخطط هون رجحان مشترك ازا اخدت انا اه الجيل الاول اخدت منه مخططة وزاوجتها مع مخططة تاني اه جيك بيري واي مع جيك بيري واي نص بنص العراس نص جيك بيري نص واي كبيري رح يكون في عندي اه جيك بيري جيك بيري جيك بيري واي كبيري جيك بيري واي ايضا واي زيري واي كبيري واي كبيري فالوايتين مع بعضا والجيتين الكبار مع بعضا هاي انماط متماثلي كل واحدة رح تعبر عن صفر حقيقية جيك بيري جيك بيري هي خضراء والواي كبير واي كبيري صفراء بينما المتخالفي هون اشو رجحان مشترك صار عن كل واحدة منين مخططة بالاصفر والاخضر مخططة كل منهما بين الاصفر والاخضر لغا خطأنا فرد من الجيل الاول وزاوجته مع الخضراء المخطط جيك بيري واي بيري والخضراء جي جي نعراس نص جي ونص واي والخضراء واحد على واحد جي هلق رح يلتقط جي مع الجي اول فرد والفرد الثاني رح يكون جي واي فرح يكون عندنا مطين من الانماط الوراسي لأفراد الناتجي المتماثل هاد رح يعطي خضراء خمسين في المي والمتخالف رح يعطي مخططة كمان خمسين بالمئة كمان خمسين بالمئة عند التحجين بين سلالتين صافيتين من ذبابة الخل اناث عيونها بيضاء ار صغيري ما ذكور عيونها حمراء ار كبيري لاحظوا انه العيون حمراء معناته هنا شو الصفة السائدة والبيضاء ار صغيري كان ذكور النسل الناتج بعيون بيضاء انه هي كان الذكور هون حمراء والاناث بيضاء نتجة الذكور بيضاء والاناث بيضاء الحمراء وكانوا اتبادلوا بالالوان في الجيل اول شو انطلعت معنا هاي النتائج انا من خلال الجدول ذكر احمر العينين وانثى بيضاء العينين الذكر هو اكس واي والانثى اكس اكس هاي بالنسبة لذوق الخل مثل الانسان والحيوانات اه راح تكون اشو الذكر اكس واي احمر العينين معناته في ار كبيري لاحظوا انه هنا الواي صفر يعني الواي قلنا انه لا يحمل لا يحمل مورسات والمورسات هاي في حال بنسميها الوراسة المرتبطة بالجنس الواي ما عليه مورسات طبعا بغض النظر انه في بعض المورسات بيكون محمولة فقط على الواي هذيك في موضوع ثاني هذيك المورسات التامة الزكورة ما سميها بتكون محمولة فقط على الواي ما لمقابل على الواي لكن بمسائلنا اللي مقول المرتبطة بس قلنا مرتبطة بالجنس معناته اشو محمولة على الصبغة اكس وليس لها مقابل على الصبغة واي لاحظوا انسى بيضاء العينين معناته التنتين متنحيات ار صغيري ار صغيري اعراس الاب راح تكون نص نص اكس ار كبيري ونص واي صفر والام راح تكون كلها اكس ار صغيري فواحد على واحد اكس ار صغيري النبط الوراثي للجيل الاول الاكس الار صغيري راح تتحد مع الاكس ار كبيري هاي راح تعطي انسى وبتكونها شو متخالفة اللواقح ار كبيري ار صغيري ولكن الار كبيري السائدي فرح تعطي انسى حمراء العينين انسى حمراء العينين والاكس التاني هاي الاكس ار راح تتحد مع الواي صفر فظهر عندي مع الواي صفر طلعت ذكور لكن ار صغيري هي بيضاء فمن هون انه الذكور تحتاج لمورسي واحد لتظهر عندها الصفة بينما الناس بدها مورستين ولذلك هون بيظهر عندي الرجحان التام في الانثى اما في الذكر ما في عنده متخالف للواقع يا ذكور ابيضاء يا ذكور حمراء والطرفي رح يكون عشو سلالي صافي لانه ما عنده غير مورسي وحدي على الاكس الواي ما عليها مورسي هذا اللي على انه الليل اللون الاحمر ار كبير راجح على الليل اللون الابيض ار زيري وفيه طبعا هذا الحكي وين فيه اللون الايون عنده ذبابة الخل هلأ التهجين بين ذكر ذبابة الخل ابيض قلبنا الاي وانه ذكر ابيض العينين وانثى حمراء العينين فكانت بين النواتج لاحظ اناث بيضاء العيون هلأ الانثى البيضاء العيون هاي معناته لازم تكون انا بحاكمها بحاكم المسألة اللي قال م vegetables انه طبعا عندي اناث بيضاء الاناث اكس اكس وطبعا عن البيضاء العيون معناته لازم تكون ار صغيري ار صغيري طيب الـR الصغيري الأولى بده يكون جايي من الأم والـR صغيري الثاني راح تكون جايي من الأب هلق الأب هو بالأصل أبيض العينين يعني عنده XR صغيري فمنها الأنثى حمراء العينين R كبيري من خلال أنه تطلع عندها بنات إناث بيضاء العيون معناته لازم الأم تكون هون عندها R كبيري والـR صغيري أيضا لازم تكون متخالفة للواقع انا هيك بحاكم المسألة ويقراها حتى احسن حلها معناته النمط الوراسي شلور رح يكون لأبوين وعناصيهم ورح تعرف على النماط الوراسي والظاهري لأفراد وكيف تفسر ظهور النتائج لاحظنا هي طبعا الجدول الذكر الابيض العينين قلنا الذكر يا بد يكون ابيض يا احمر ما في عنده متخارف لو اخر فبد يكون صافي اجباري XR0Y0 لانه ما عنده غير مورسي وحدي محمولي على الـ X الانثة حتى تطلع عندها بنات او اناث تطلع عندها اناث بيضاء العينين لازم تكون متخالفة اللا وقحة حتى ياخد هاي الـ R منها الـ R صغيري من هون مع الـ R صغيري من الذكاء العروس المذكرة مع العروس المؤنسي بيطلع عندها بالابناء بيضاء اما لو كانت هون R كبيري R كبيري فالـ R كبيري مع الـ R صغيري رح تطلع حمراء والـ R كبيري هاي مع الـ R صغيري ماذا تطلع حمراء رح يطلع عندها بيضاء ولازم تكون شو متخالفة اللا واقع احتمال العراس 0xR0Y0 0xR0 0xR0 النمط الوراثي للأفراد ربع XR كبيري XR0 الاول مع الاول الاول مع التاني XR كبيري Y صفر هلأ XR0 مع XR0 والXR0 مع Y صفر لاحظ اش طلع معي الـ R كبيري هون اخذت اشو الحمراء العينين وXX طالما أنا XR0 معناته انثى هاي XY ذكر وعنده R كبيري معناته ذكر احمر العينين هاي XX انثى وR0 R0 بيضاء العينين هذا هي اللي طلعت معنا في نص المثل اللي قالوا لديها اناث بيضاء العينين بل عنها الذكور لأخذ R0 الصغيري راح تكون ذكور بيضاء العينين كيف نفسر النتائج؟ نفسر طبعا النتائج الوراسي هنا مرتبطة بالجنس وأنا مورست لون العيون محمولي على الصبغة الجنسة X وليس لها مقابل على الصبغة Y وبالتالي كان الذكر ما عنده غير R كبيري أو R صغيري فأبيض خلص R صغيري معروف انثى الحمراء العينين طالما انه ظهر عندها اناث حمراء معناته لازم تكون هي متخالفة إلا وقعنا من خلال مسألة بفهم انه المسألة البعدة تم التهجيم بين ذكر ببغاء يحمل صفة اللون الكستنائي برمز له بجي كبيري للريش وهي صفة راجحة مع انثى عادية لون الريش جي صغيري كان بين أفراد الناتجي ذكور عادي ذكور عادي شكرا يعني طلعت معنى ذكور عادي معنى انه صفة كان الذكر لون شو كالسنائي والريش والأنثى عادي عادية لون الريش طلع عندنا بين أفراد ذكور عادي لاحظة أول شي على الفكرة الأولى اللي بدنا نحكيها انه الطيور هاي شو بتكون الاناث هي اللي متخالفة هي بدل ما اقول اكس واي رح حمز لمسها زيد دابليو الرموزة بتكون متخالفة والذكور بتكون متل بعضها دابليو دابليو اوضح بجدول وراسة طبعا الوراسة هو المرتبطة بالجنس الذكر هو اللي بكون آآ زيد زيد والأنثى زيد دابليو بدل انه كنا نشوف عند المسلا الإنسان او دواب الخل انه الذكر اكس واي اللي بكوني رمزين مختلفات عن بعضهم والأنثى اكس اكس هون بالعكس انه الذكر هو اللي رح يكون متل بعضهم رمزين زيد زيد والأنثى هي اللي بتكون زيد دابليو وطبعا الدابليو هي ما يقابل الواي قبل فرح حط لها صفر والاللف عادي معانته فيها جي صغيري هاي الأنثى عادي جي صغيري خلص نتعينه من أمرا يرىها تكون عادي يرى أتكون كاستلايا جي كبيري يا جي صغيري طالما انه اللي لا فيهم متخالف اللواقح الأنثى لا مف على متخالف اللواقح لانه لا عندي cosa لانه ما في عليutorsة من اللي دائرة آآ ajK من اللي هنا عندي متخاليف اللواقح الذكر ذكر لازم يكون جي صغيري حتي يظهر عندهم بالأفراد اشهر ذكور عادي لاحظ بالجدول ذكر الكستنائي زد جي كبيري زد جي صغيري هذا قلناه متخالف والانثى زد جي صغيري دابليو صفر الاعراز رح تكون نص زد جي كبيري نص زد جي صغيري والانثى العادي رح تكون اشه زد جي صغيري زاد دابليو صفر هلا بالتقاء مع بعض البعض رح يلتقى زد جي صغيري مرة مع زد جي صغيري ودابليو صفر المرة الثاني وزد جي كبيري مرة مع زد جي صغيري ومرة مع مين مع الدابليو صفر اذا صار عندي زد جي صغيري زد جي صغيري هذا اشه رح يكون ذكر مهيك وزد هاي زد جي كبيري جي صغيري كمان ذكر. عنا ZW هاي انثى والتالتي والربعة انثى. لكن راح شوف انا المورسات اللي عندها. جي صغيري جي صغيري. يعني شو? عادي. الذكور عادي. جي كبيري جي صغيري هادا كاستنائي. هون انثى راح تكون عادي. وهاي انثى كاستنائي. تمام. تمام نحدون. تمام استاذ واضح. طيب. يفسر طبعا النتائج. انه الراسي هون مرتبطة بالجنس. ومورسة لون الريش محمولة على الصبغة الجنسة Z وليس لها مقابل على الصبغة Y. نفس اه على الصبغة W. متل ما كنا نقول محمولة على الصبغة X وليس لها مقابل على الواي هون محمولة على الصبغة X وليس لها على الصبغة Z وليس لها مقابل على الصبغة W. عند اجراءة تهجين بين آآ ذكر ذباب الخل بين ذكر ذباب الخل ابيض العينين وانثى حمراء العينين طلع عنا بين بعض الذكور عيونها بيضاء. عيونها بيضاء. من جهة العيون البيضاء. أنا هون ازا بدي بدي كمان نفسر الموضوع. هلق الذكاء ما شو? ابيض. ذكر ابيض العينين وانثى حمراء. الذكر اللي اجا بالنسل هو اجبارة X Y. فالواي اخذها من الاب. والواي صفر. معناته المورسة البيضاء اخذها من الام. مركزين مع انتو. انو الذكور الناتجي هي X Y. قبل انا ما اجعل الجدول. الذكور الناتجي هي X Y. الواي اجبارة بدي اخذها من الاب الذكر. لانو الام ما عندها واي. طيب. والواي صفر ما عليها مورسة. طيب شلون طلع هون عيونه بيضاء? كله عيونه بيضاء معناته اشو? اه اه ار صغيري. والار صغيري الانسة الان عيونه حمراء. فانا من هون بستنتج انو صحيح عيونه حمراء لكنها لازم تكون متخالفة اللواقع. يعني ار كبيري ار صغيري. اكس ار كبيري اكس ار صغيري. فما هي الانماط طبعا من الماط الوراسي للابوين ولعراسهمها عندما انو ار المورسي الحمراء وار صغير المورسي البيضاء. انماط الظاهرية رح شوفه كمانو الوراسي للأفراد الجيل. من نمط الوراسي طبعا للابوين ذكر ابيض العينين مع انثى حمراء العينين. اذا نمطه الوراسي. ذكر اكس واي. واقبط العينين معناته ار صغيري واي صفر. لانثى حمراء العينين قلنا لازم تكون متخالفة اللواقع. ليش لازم تكون متخالفة اللواقع? لانه هذا الاكس هون رح يتحد مع الواي صفر ويشكل ذكر ابيض العينين. وهو يقلع اصلا انه بنتائج المسألي انه الافراد عندها شو? عند افراد اه ذكور بيضاء العينين. بالنسبة الاعراس نص اكس ار صغيري نص واي صفر. هون نص اكس ار كبيري نص اكس ار صغيري. التقان مع بعض ال اكس كبيري. ال اكس ار كبيري مع اكس ار صغيري اي شو? انثى رح تكون حمراء. التاني اه اكس ار صغيري اكس ار صغيري. اي انثى بيضاء. هلأ الاكس ار كبيري مع الواي صفر ذكر ذكر احمر العينين. بلت عنا الاكس ار صغيري مع الواي صفر ذكر ابيض العيني. ذكر ابيض العيني. هلما المات طبعا ويراسيه والظاهري للافراد في الجيل الاول. فلعندي ازا انثى حمراء. وانثى بيضاء. ذكر احمر وذكر ابيض. بيجي انا الان على اه امثلة شجر النسب. هو طبعا يعني الاحتمالية الاكبر بالامتحان انه السني يعني اعتمده على شجرة على انه مسألة تجي من شجرة النسب. ممكن تكون لمرض المهق او تكون لزمر دموي. احيانا ممكن يدمجوا تنتين مع بعضين البعض. انه يحطونا مسلا مرض المهق وحاطين اسا زمراء دموي. فنحن نركز منركز طبعا في انا حاطلكم مسألة بالمسائل النموذجي بكرة عن اه دمج اتنين مع بعضين البعض. الان راح نحل لكل واحدة لحال اليوم كآآ تعليمي. شجرة النسب لاحظ معي انه ما بيحط لي انا الاب والام انه مطموس. ازا قلنا زمطموس يعني مصاب. الدائرة بتمثل الام والمربع بمثل الذكر او الاب. وهون الابناء برقمهم من اليمين لليسار واحد اتنين ثلاثة ازا هاي اول ولد طلع عندهم ذكر مصاب. التاني طلع عندهم بنت سليمي ظاهريا. الظاهر بيني سليمي راح شوف انه اللقب خلال تحليل وراسي. التالت هو ذكر كمان سليم. طيب شلون هم يسليمين وطلع عندهم اشو ابن مصاب. حتى يظهر عندهم ابن مصاب طبعا هذا مراض اشو المهض. حتى يظهر عنده المرض لازم يكون الاب والام متخالفين اللواقح. بالاعتبار انه المرض هو المرض المهق هو اشو صفة متنحية صفة متنحية. ما تظهر الا ازا التقين المورستين المتنحيات مع بعضين. فبدأ تكون مورسة متنحية من الاب ومورسة متنحية من الام حتى يظهر. بنين يجيينين معناته اتنين الاب والام بيكونوا اشو متخالفين اللواقح. هلأ انا بنتقبقها للتحليل للجدول. ازا اول شي بحلل الرسمي هيك بثكرة. وبحط خطوات ممكن انا حطها من سودي ممكن نكتوب ايه رؤوس اقلام. بنطلع عندهم ولد اول مصاب معناته لازم يكون اصغيري اصغيري. بنين جاءة الاس بدأت صغيري من الام ويحدة ومن الاب واحد. وحدي من الاب ووحدي من الام من الاس بدأ لازم يكون الاب والام متخالفين اللواقح. ازا نظهر صفة المهق عند الصبي رقم واحدード عن الابين متخالفي اللواقح. شو متخالفين اللواقحها ا. اصغيري وطالبا انا ا اه بيبين سليم والام سليمي. ما الذي يظهر عليهOH مرض. ما الذي يظهر عليهو لا في حالة اشوال تماثل لواقح للصفة المتنحنة. الآن لك بيجي إلى الجدوى الأهم عادي ناقلي صار اسمها لأني عرفت ان هون ان ها ناقلي والأب كمان ناقل عادي يعني مو مو منصاب مو أمهق كلمة عادي أو عادي يعني جلده عادي مثلو مثل الناس الباقين لكن هو شو ناقل للمرض فراح يكون نمطه الوراسي اشو هو؟ بقلل اشو بدي يكون نمط الوراسي للطرفين؟ اا كبيري اا سغيري اا كبيري اا سغيري الاحتمال للأعراس طالما انه انا هون اطلع عندي رمزين بدي يكون كل واحد من الحال العروس وواحد يأخدل لأ الناس الغيري فراح يكون عندي نص نص الاعراس. اكبرى ونص الاعراس ا الصغيري. ونفس المبدأ بالنسبة الا정. كمان نص اكبرى نص ا صغيري.. هلأ الثلاء اني لحظ انها هيا عروس بده يقول عروس انسوية مع عروس مذكرا. رح يطلع عندي ا كبيرى اكبرى. الا كبيرى من المذكر مع ا صغيرى من المؤنس. وال ا صغيرى من المذكر مع ا كبيرى من المؤنس. وبرع الاصغيري مع الاصغيري يغضر عندي اربع انماط وراسي للابناء. اربع انماط وراسي. هلق الا كبير اكبيري هذا سليم او عادي مقول غير مصاب بالمحق. والا كبيري اصغيري كمان عادي لكنه بقول عنه ناقل لانه انا شايف نمط الوراسي هون بعرفه خلص متأكد منه انه هذا ناقل. اكتبه ناقل. والا كبيري ا صغيري كمان عادي لكنه اشو ناقل. ازير ازيري امهق. هون هذا هو شايفين هاي الامهق الازيري ازيري. هي الولد الاول. هي الولد الاول. بجي هون انا لا حق للاولاد. مين الامهق? شقد كان رقمه? رقم واحد اللي هو الولاد الاول. بينما تبقى البنت البنات التنتين اه والصبي او البنت التاني والصبي التالت. هدولي ما معروف انهن عاديين. بس هل اني عادي عادي صافي ولا عادي ناقل ما معرف. فانا بحطه بقول نمطه الوراسي غير محدد. لانه عندي انا عادي صافي وعادي ناقل. لكن انا الولاد اللي شفتهم انه عاديين ما معرف انه اين هو من هن ناقل واين هو. يعني فبحط نمط غير محدد بحط اكبيري بحط خط. هاي الخط يعني اما ان تكون اكبيري او اصغيري. يعني اذا بكون النمط اا كبيري اا كبيري او اا كبيري اصغيري. بينما الولاد الاول اللي هو الصبي هو الامهق. حط تحت الامهق. ايضا هنا لدينا شجرة نسب وعندي زمرة دموية للام ابي والاب لي هيك بقراها. طلع عنده انطلع علي على طلع. ولد او. ولد بي. ولد او. بي. طيب. اشلون طلع? ازا ازا الام ا بي لو قلت ا مع البي وهون بي مع بي. هيك انا في المخيلة انه لازم هيك يطلع مسلا ا مع البي بيطلع ا بي. والبي مع البي بيطلع ولد بي. هدول يطلع عادة ناولين. ليش? كيف طلع مع معنى ولد ا? كيف طلع معنى ولد ا? معناته هاي البي. ما يبي بي. ما يصافي. انما بي اي صغيري. يعني فيها اشو? مورس السادي والمورس المتنحي. معناته البي الاب رح يكون متخالف اللواقع. الى بالنسبة للام ابي طالما انه رجحان مشترك هذا. شفناها. فهي نفسها ما في غيرها. ا كبيري. ب كبيري. بينما الاب رح يكون اه اي س بي كبيري. اي صغيري. هلق انا حللت المسألة بانتقل مباشرة الى الجدوان من الصبر الاول. طلع عنا صبر اي. معناة الاب لازم يكون متخالف اللواقع. حتى حتى اشو? حتى التقل اي من الام هاي. مع المورس المتنحي. الاي صغيري. فرصير عنا ولد ا. لاحظة الجدول معي. الام زمرتها اب والاب زمرت ب. هاي ما في عليها حكي. اي س ا اي س ب. الاب قلنا اي ب. اي صغيري. شايفينها اي صغيري هي اللي رح تسمح بظهور زمرت دم ا. لو كانت بي بي. فما رح تظهر معي. ما رح يظهر معي غير الاب و البي فقط. لكن وجود هاي الاي صغيري اه سمح بوجود اه ابن ابن ا. هذا بالنسبة لها احلمة لعراس. نص. اي ا ا او اي بي. نص كمان. هو نص. اي بي. نص اي صغيري. لاحظ معي الان بالنمط الوراسي التقاء الابناء. ا مع البي. عطي ابي. ال ا مع الاي صغيري. ال ا مع الاي صغيري. طبعا هذا رح يعطي زمرت دموية ا. والبي مع البي رح يعطي بي. والبي مع الاي رح يعطي بي. ازا طال عندي الابي الانماط الوراسي هون. هاي ا وغاي بي وغاي شو بي. رحظوا انه عندي بي اتنين واحد متماثل واحد اشو متخالف. هلق الاولاد. اللي كانت البلد زمرتها. البنت رقم ثلاثي زمرتها اي بي. والصبي الاول اللي هو طلع عندي زمرت وقعوا منه اه اختبرت او اعتمد على الاساس انه الاب متخالف. بل عندي البنت التاني. زمرتها بي. لكن هل هي متماثل ام متخالفي? ما معروف. كل نمط غير محدد. ازا نمط غير متحدد. يا اما تكون اي بي اي بي او اي بي اي صغيري. عنا كمان هون شجرة نسب لعامل الريزونس الاجابة. ضع تحليل المراسية. عنا الاب ايجابي والان ايجابي. استاذ وليا جاء. استاذ. 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 بنمط المسائل اللي بي. بنمط المسائل اللي هنن اي بي وبي وهاي. المسال اللي قبل هاي. دائما بنختار دائما بنحط هاي ايات كبيرة وعليهم زمر الدموي. اي. هذا الرمز بيمثل انه المورسي السائدي. القول اي اسمي. يعني هذا شو? هذا المورسي. اما صغيري هي اللي راح تتمسل الزمرة او. اي صغيري. اي صغيري اي صغيري هي اللي راح تعطي الزمرة او. فالاو انا ما بحط له اي اس او بحط له اي صغيري. اللي هي المتنحي. عندي انا في في المورسات المورسات او سائدي وبي سائدي. والاو متنحي. عندنا ثلاثة انماط. الا سائدي. والبي سائدي. والاو متنحي. هزا التقت الا مع الاو. عطت او. والتقت البي مع الاو. بتعطي بي. اما ازا التقت الا مع البي هون بيصير رجحان مشترك. هذو ككل الانماط رجحان تام. الا راجحة تام على او. والبي راجحة تام على او. اما بين ال او البي في رجحان مشترك. فاخد بلتقين التنتين مع بعضا بيظهرها شو? زمراء او بي. فانا هاي الرموز بلتزم فيها تماما ما بغير فيها. خلاص البي بحط اي اس بي. ولا المورسة المتنحي بحط اللي اي صغيري. اما هون انه التنتين سائدتين فبحط اي. ا كبيري. اون اي بي كبيري. طبعا الرموز حتى اللي فوق لازم يكون كبار. انا بصير حط ا صغيري او بي صغيري. ا كبيري وبي صغيري. وصل. استاذ هلا لو بدل اه زمرة. ايه? لو بدل زمرة الاب مسلا عندنا زمرة الاب اي. بنحط اي كبيري و اي صغيري وفوقها اي. بنحط اي الحرف الكبير. اذا زمرة الاب كانت اي شو? او مسلا بحط اي صغيري اي. اي. اذا الاب مسلا كان زمرة اي 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 ازا كانت اي بحط اي اس ا اي صغيري حسب مسألتنا هون. اما ازا كان الاب مسلا صافي ا ا فبحط ا اي اس ا ا اي اس ا ا ازا صافي. اذا متخالف اي اس ا اي صغيري. ليك هون هاي احد الامثلي هون هاي اي اس بي اي اس بي. في التنتين بي فعطاني بي خلص. ان كانت هيك او هيك بي. او اي اس بي اي صغيري. فالتنتين بيقول بيعطيني بي. والا نفس المبدأ اي اس ا اي اس ا بيعطي ا. والاي اس ا اي صغيري كمان بيعطي ا ا. اما وقت بلتقينا التنتين ركزين معي. اذا الام اا والاب بي طلع عندهم اولاد قل لي طلع عندهم اولاد او. هو اا والام بي. شون طلع عندهم ابن او? كيف بيكون? جاوبين انت يا خديجي لشو? ايه مت بيطلع عندهم ابن او زمرتو? بيكون او متخالفين لواقع. واحد او. صغيري واحد كبير. كوي ليس ممتع. زينا بدي يكون اتنين او متخالفين. ايه شلو لازم يكون يعني برأيك انو اا اصير التواحي انا مطل دراسي. ايه كبيري ضرب ايه صغيري. ما في ضرب. ما في ضرب بين بالنمط الوراسي ما بحط ضرب يعني هون انا مسلا قلت اشو? ايس بي اي بي كبيري ايه صغيري. ما بحط ما بقول ضرب ايه صغيري. انت باتي على الكلامة ما في شي هون بيناتهم. انو هدلي المورستين مع بعض النجايات. ما هو ضرب. اي اي بي. طيب جاينا على المسالي ممكن فيه مثال على هالا الحكيم ممكن. عندي انا اه بالمسألة هاي. ايجابة وسلبة. طبعا ممكن يجينا نحنا مسألة السنية. ممكن تجي زمر مع ايجابة. هاي ركزوا على التنتين انو يكون زمرة وايجابة. راح نحللكم مسألة على هالنمط. حللكم مسألة اه طبعا في عنا غدا المراجعة في في مسائل جهزت مسائل مشارها الحي. عنا ازا الاب ايجابة والام ايجابة. شايفين اتنين ايجابيين طلع عندنا شو ولاد? سلبي. ورده شو? سلبي. شو طلع سلبي? معناته انا بستنتج مباشر انو طالما انو الاجابة سائد على السلبي. معناته لازم يكون الاب متخالف والام متخالفين. هاي اللي بنت طلعت اشو? سلبي. ازا الاب ايجابة متخالفة لواقح لازم يكونوا ار كبيري ار زي. هون شلو اللي انا حطيت? مشان ما اكتب ار اتش مسلا موجب ار اتش مسلا سالب. كلها الرموز. خلص ار اتش موجب برمز لار كبيري. والار اتش السالب برمز لار صغيري. عرفنا من ايجاب هاي الار كبيري ار صغيري? ازا الار اتش موجب برمز لها اللي هي السائل صفة هذه بحط لها رمز مكانها ار كبيري. والار اتش السالب عامل الريزوس السالب هذا برمزه بR زيب فانا بالمسألة عندي الامي إيجابي RH موجب هي حتى بالتحاليل لو راح مثلا واحد حلل دم وبدأ يحلل زمرة يكتب له RH مسألة موجب أو سالب بالإضافة حد الزمرة الأساسي طبعا هاي نعرفها نحن أنه هي برعا مولد ضد موجود على صفحة الكورية الحمراء إذا وجد بيكون إيجابي وإذا ما نوجد سلبي الشخص فالأم إيجابي والأب إيجابي ثنينة RH موجب فطلع عندهم بنت سلبي شون لازم يطلع عندهم سلبي معناتوا ثنينة متخالفين لو راح ثنينة R كبيري R صغيري أعراسهم راح تكون نص R كبيري نص R صغيري للأب ونص R كبيري نص R صغيري للأم نفس المدة إذا التقيني مع بعضهم في الأناط الوراسية R كبيري مع R كبيري بعدين R كبيري R صغيري R صغيري R صغيري R صغيري نحن بشابه هذا للهجوني الأحادي R كبيري R كبيري يعني التنتين الإيجابيات راح يكون نمطه ظاهري أشو إيجابي هلق R كبيري R صغيري إيجابي مع السلبي والإيجابي هو الساد راح يظهر إيجابي وهون R كبيري R صغيري إيجابي كما راح يظهر إيجابي بقى عندي التنتين المتنحيات رح يظهر عنا سلبي وهي السلبي هاي لار زيري ار زيري هي البنت التاني اللي طرعت عنا. ما تبقى? عنا ولد ايجابي. طيب الايجابي هل هو ار كبيري ار كبيري ولا ار كبيري ار زيري ما هو معروف. نمطه غير محدد. اذا صب الاول نمطه غير محدد ار كبيري اه شخطة. ممكن تكون ار كبيري ار كبيري او ار كبيري ار صغيري. بينما البنت محدد ما في غير هالنمط اللي هو سلبي. اه ار صغيري ار صغيري. منتقل لآآ عنا الالوان الجزئة طبعا المهق والزمر الدموي شفناها هاي شو غير مرتبطة بالجنس. فدرستها كمورسيا على صبيين. اما بالنسبة لمرض عمل الوان هون. رح شوف انه بعد تحليلا وراسيا طلعوا ليه? انه طلع عندنا اشو? ذكر مصاب. ذكر مصاب. طبعا عمل الوان الجزئة اشو? مرض وراسي. ومرض بنفس آآ الوقت. اشو? مرتبط بالجنس. خليني ارجع بس شوي على اللاي. استاذ المتاع المرتبطة للجنس هنا بيذكروننا بنص المسألة انه مرتبطة بالجنس ولا لا? هلأ خوة الغالب بيذكره طبعا. لكن ازا عنا بالنسبة للمزكورة عني عام دالتون. عام الالوان الجزئة. وآآ النعور. هدول المرضيين مرتبطات بالجنس. المرضيين هدولي مرتبطات بالجنس. ازا ما اذكر هو غالبا ازا كان جاب مرض يقول مرتبط بالجنس. في المسألة. اشتاد. 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 ممكن يجينا مرض وراسي مرتبط بالجنس من بره الكتاب وما يخبرون انه هو مرتبط بالجنس. لا هلأ ازا اجا ما هو موجود بالكتاب بدي يضطر انه يخبرك انه هذا مرتبط بالجنس. لانه شون ما تريدك تعرفه? ما رح تعرفه ازا كان. ما رح تعرفه. الا ازا مثلا اه عطاك انه اه اه. ذكور قل لك الذكور كزا والاناس كزا. بالنسبة للافراد. بس قل لك انه بين الافراد. نتجه انها ذكور مصابي كزا. وذكور سليمي. واناس مثلا مصابي واناس سليم. صار يح يفصل لك بين ذكور واناس معاناته اشو? ابتفهم انت انه هاي مرتبطة بالجنس. لقى ازا اجاك مخطط مثل هاد وقل لك مرض. شون ما تريدك تعرفه انه مرتبط بالجنس. ما بينعرف الا ازا نذكره. لون احنا نسا ما زكرنا ليش? لانه معروف انه مرض عمل الوان دالتون هذا نفسه. عمل الوان جزئة دالتون. معروف انه هو مرتبط بالجنس. وفي عندنا لنا اعور هاتول الاتنين المزكورات في الكتاب مرتبطات بالجنس. طلع عندي على اه اشو كنت يا خديجي كمان بديك تقولي. بيسوايب. بهمنا نحن انه نفهم طريقة الحل. مو الغرض انه نحل اكتر. فيش ايه? لا استاذ بس ما عليش تبعتنا المسائل مو محلولة على الدردش انشان نحلل? ما هو مشكلة انا بعتك المسائل. شزوة المسائل انا طلع عندي ولاد اشو? باي المربع يعني ذكر مصاب. ذكر بعرف انه مرض عمل الوان مو مرتبط بالجنس. انا هيك بحللها يعني تحليل المسائلين ما بحسن حلها الا ازا حللت اول الشي. طالما انه ذكر يعني الواي صفر. ايه نقطة. الواي صفر منين جابها من الاب? طيب منين جاب مورسة المرض? اللي هي متنحية. مورسة المرض هون متنحية. دي صغيري. منين بدي يجيبها? بدي يجيبها حصرة من الام. لانه الواي اجت من الاب. والايكس هون اجت من الام. والايكس عليها اجت صغيري. اللي هي مورسة المرض. معناته اجت من الام. معناته هون الام معي سليمي. انما ناقل يمو هي. هذا التحليل. خلص عارفتها انه هي اكس اج كبيري اكس اج صغيري. عرفت الام. الاب اجباري خلاص موت. طالب انه سليم معانته سليم ما فيه انه. يعني لانه عنده يا اج كبيري اي اج صغيري. ما عنده غير وحدي اكس وحدي. إذن هون الأم معناته حصرة لازم تكون أشوه؟ ناقلي بيجي الولد طلع أم ناقلي XD كبيري XD صغيري والأب سليم XD كبيري Y صفر النص احتمال العراس نص XD كبيري نص XD صغيري الأب نص XD كبيري نص Y صفر نمط الدراسي بالأبناء XD هاي الديكبيري مع الديكبيري من الأم مع ديكبيري من الأب نطلع عنا XD كبيري XD كبيري هلأ الديكبيري مع ال Y صفر XD XD كبيري Y صفر والأكس دي صغيري مع الـ XD كبيري والأكس دي صغيري مع الـ Y صفر لا الأكس أكس هاي أنثى تنتين ديكبيري معناته سليمي هاي XD XY ذكر وفيه ديكبيري معناته الذكر سليم XX أنثى ديكبيري دي صغيري هاي ناقلي ناقلي سليمي بالظاهر لكنها ناقلي ده أنا عندي النمط الأخير اللي هو XD صغيري Y صفر اللي هو طبعا الولد اللي شفناه المصاب ذكر مصاب بجي بزعنا الولاد حسب ترتيبهم بالمخطط الصب الأول والبنت الثالثة والرابعة نمطه الوراسي غير محدد كلهم سليمين من بينين بس لك أنا في عندي أنثى سليمي وأنثى ناقلي بس ثلاثين سليمات بالظاهر يعني فما يعني ما هو معروف انه نمطه الوراسي هل هو XD كبيري XD كبيري أو XD كبيري دي صغيري بينما هنا الذكر المصاب خلاص معروف اللي هو الصبع رقم اتنين ما في غيره ما في غيره مصاب المرض الثاني المرتبط بالجنس رح تعرف عليه هو المرض الناعور برمزه طبعا طبعا الناعور كمان X كبيري سائدي على X صغيري وال X صغيري هي اللي بتسبب المرض X صغيري هي بتسبب المرض فالقمسة لازمها X صغيري X صغيري تنتين مورستين حتى في الصاب بينما الذكر بكفية شو مورسي واحد لانه ال Y ما عليها ما عليها شي Y صفر فطلعوا لهون بالنسبة ل الأبناء الولد الرابع ذكر مصاب ذكر شو مصاب والأب مصاب هلق الذكر أخذ ال Y من الأب ما أخذ منه الإصابي ال Y أخذها من الأب وال X التاني اللي سببت الإصابي منين بدي يجيبها لازم يجيبها من الأم معناته الأم لازم تكون هون أشو متخالفي مهيك متخالفي أو ناقلي بقول عنها إذن هاي مو مثلا بس شفت أنا أن الأب مصاب والأب المصاب خلص يعني الأم معناته سليمية تماما لا ما يسليم هذا الابن المصاب أخذ ال Y من الأب حصرا إزباري لأنه الولد بدي أخذ ال Y من الأب عنده X Y وين ال X منين بدي تكون بدي تجي من الأم لكن المرض وين هو المرض موجود على الصبع X معناته جاء بالمرض من الأم والأم طلع عليها بينا علينا أنه كانها سليمي لكنها ما يسليمي إنما هي بسنتج أنها ناقلي وليس لا هي مصابي ولا هي سليمي إنما ناقلي من الصبع الرابع نستدر أن الأم ناقلي الأم ناقلي يعني X H كبيري X H صغيري الأب مصاب حصرا بدنا يكون X H صغيري Y صفر الأعراس نصف X H كبيري نصف X H صغيري للأم الأب نصف X H صغيري Y صفر كمان نصف هلأ رح يتحد الأتش العروس الأولى H H كبيري مع العروس الثاني H صغيري شكل أنسى ناقلي ال H هون مع ال Y صفر بيعطينا ذكر سليم ال H صغيري مع ال H صغيري طلعت عنا بنت أشو؟ مصابي هون أخذت المؤرستين سوا طلعت بنت مصابي وال H صغيري مع ال Y صفر بيطلع عنا كمان ذكر مصاب إذا صار عنا ذكر مصاب وأنسى مصابي ذكر سليم وأنسى ناقلي إذا هاي الأنسى ناقلي أنا في الجدول عندي البنتين نين وثلاثة مبينات سليمات لكن هني مان سليمات ناقلي ما رح سنقول أنه غير محددات غير محددات النمط حصرا لازم يكوني ناقلات لأنه ما في عندي ولا أنسى سليمي يا عندي أنسى ناقلي يا أنسى مصابي فالبنتين اللي انبيناتهم هن سليمات هني إناث ناقلي اثنين وثلاثة ترتيبين ذكر سليم هو الصبي رقم واحد والأنثى المصابي هاي تموت في المرحلة الجنيني والذكر المصاب اللي هو رقم أربعة طبعا هاي ما عندن ما عندن أنثى مصابي هني بالأبناء ما عندن نصى مصابي مجرد ما انواجدت في نمط الوراسي بتموت في المرحلة الجنيني شلون هم نتكون على المتابعة بقى عنا كام مسألين منعجلنا شوي مسألين طبعا ولدها لطفلان في المشفى لعائلة بآن واحد عائلتين بها المشفى ولدهم ولدين قاموا بطريقة معينة بالصدفة اختلط الولدين ما بقى يعرفوا أنه هذا الولد لمين لهاي العائلة ولا لهاي العائلة حللوا الدم لقوا أن الطفل الأول زمرته والطفل الثاني زمرته العائلة الأولى والأم والعائلة الثانية والأم لاحظوا أنه هون طلع أنه مثلا العائلة الأولى عندها والأم في العائلة الأم في العائلة الأولى والعائلة الثانية فيها وعنها طفل يعني بلوز واحد يقول مباشرة أنه خلص هذا الولد لا لا أين هي عائلة للأولى ولا الثانية تنتين خربط شوي فأنا أول الشي أن الطفل الأول معناته آي صغيري آي صغيري آي صغيري آي صغيري بيجي أنا بحاكم هذا أكتر شي بحسن اعتمد على الكلام هذا بحاكم مثلا عندي العائلة الأولى آ وآم هلأ احتمال أنه يكون في عندهم ابن آم نعم فيه احتمال إذا كان الأب مثلا هون متخالف فآي صغيري من الأب مع آي صغيري من الأم بيطلع ولد بيجي العائلة الثانية هل ممكن يكون عندهم ولد آم عندهم الأم آبي والأب آم فيابد يكون آ مع الآي صغيري أو بي مع الآي صغيري فأبنهم لازم يكون يا آ يا بي حصرا العائلة الثانية ما بيصير عندهم أو هنا أنا بيكون حكمت مباشرة أنه الولد الأول اللي زمرته أو للعائلة الأولى والولد اللي زمرته أو للعائلة الثانية من خلال لاحظ أنه العائلة الأولى آ و أو والعائلة الثانية آ مع أو آبي مع أو آآ نمط الوراسة رح يكون آ آي أس آ آي صغيري آي صغيري آي صغيري لل أو بينما بالنسبة للعائلة الثانية آبي مع آي صغيري آي صغيري الأعراس هون آي صغيري مع ضرب آآ آي صغيري زائد آي كبيري وهاي رح تكون نص آي بي نص آي آ مع الآي صغيري لاحظوا التوزيع شلون في الأبناء الآي صغيري مع الآي صغيري رح تعطي أو والآي صغيري مع الآي رح يعطي آ هون الآي بي مع الآي صغيري والآ مع الآي صغيري الزمر الأولى في احتمال يكون عنده ولد زمرته أو ولد زمرته آ العائلة الثاني عنده زمراء آ وزمراء به مععنة هون أنا لو طلعت يعني ينقل العائلة الأولى الولدين في احتمال يكون لهم بس هو لهم واحد بجي أنا بطلع على العائلة الثانية ما عندهم او ما عنده غير او معاناة الولد التاني للعائلة التاني والولد الاولي اللي زمرته هو راح يكون للعائلة الاولى. هيك من خلال ازان اه دراسة موريسات تحسن احكم على الابناء. واسألي تزوج رجل زمرته الدموية او بي مصاب بمرض النعور بامرأة زمرته الدموية او سليمة من المرض. فاذا علمت ان ليل مرض النعور اتش. والليل الصحة اتش كبيري. ومرض النعور صفة مرتبطة بالجنس. لاحظ هون. انه في المسألة يحط لي لضمه القاسية. انه مرض النعور مرتبط بالجنس. خلاص. انفهم انه مرض. الاب شو بيكون? ابي والام او. شو راح يكون? انما بدي حط جدول اوضح فيه انما اطلوب الوراسي الابوين. هل انت زجاك اسئلي مسلا ما النمط الوراسي الابوين? ما احتمال اعراس? انت المطلب انك بس تكتب النمط الوراسي الابوين. نمط الوراسي الاب والنمط الوراسي الام. ما في داعي انك مسلا تكتب الجدول كامل. لكن الجدول نحن عم نكتبه ايشو? مريح انه واحسن انه بيكون كامل. وناخد منه يبقى اللي بدنا اياه. ما احتمال اعراس الابوين فقط الاحتمال اعراس. الانماط الوراسي والظاهرة البناء الناتجة عن هذا التزاوج. الجدول طبعا الاب زمرته ابي والام زمرته او. نمط الوراس الابوي. الاب كان مصاب. الاب مصاب. لاحظون مصاب. يعني هون صارت اشو? هاي كمان حتى هاي المسألة مهمة. اه نتبه على. يا اه ممكن تجي نفسها او اه على نمطها. كمان يعني اه جيدي. انه صارت هنا اي وبنفس الوقت مرتبطة. بالجنس. وزمر يعني صارت دمج للاكتشالات. فاي اس ا اي بي. هاي لزمرة. و اكس اتش صغيري. و اي صفر. لا. المرض. نعور. الام او سليمي. اي صغير اي صغيري اتش. كبيري اتش كبيري. اي اكس اكس طبعا. الاعراس. لاحظنا هي الاعراس. هنا. الا مع الاكس. اي اول وحدي. الا مع الواي. البي مع الاكس اتش صغيري. والبي مع الواي صفر. صار عندي اربعة عنمات. ا اكس اتش صغيري. اي صفر. ب اكس اتش صغيري. بي واي صفر. اربة اعراس. هنا عنا اي صغيري ايكس اطش كبيري. في غيرها? ما في غير هذا النمط. يا اي ايكس اطش كبيري. او اي اطش كبيري نفس الان. فكلها واحد على واحد اول. اي ايكس اطش كبيري. هلأ كيف بيكون الابناء? لهذا رح يتحد مع الاول. يتحد مع التاني. مع التالت مع الرابع. رح تكون عندي الانماط على الشكل التالي. اي. اي صغيري. اتش كبيري اتش صغيري. رح اختص بالكلام مش ها. هذا اشو? انسة سليمي. ظاهريا زمرته اشو? ا. التاني. ا اي صغيري. اتش كبيري واي صفر. هذا اشو? ذكر سليم. زمرته ا. بي اي صغيري. اتش كبيري. اتش صغيري. هاي انثى اكس اكس. هون انثى. زمرته بي. والانثى طالما انه فيها اتش كبيري. معناته اي شو بتكون? ناقلي او هون. بالظهر انه سليمي. ما كانا ناقلي. وهون ذكر سليم. اذا ان ذكر سليم. زمرته بي. انثى ناقلي زمرتها بي. ذكر سليم زمرته ا. وانثى ناقلي زمرتها ا. هاي كانت اه بها الشكل ايه. حل المسايا. في اه عنا اه شجرة النساب الاتي. عنا لك الاب ا. والام دي. طلعوا لي على الابن الثالث. او. شلون? او بي. طلعوا عندنا او. شلون بستنتج هون? اش بستنتج? متخالفين من اللواقح. متخالفة. اللواقح الام والاب. اتنينة هون متخالفين اللواقح. يعني راح تكون في اي صغيري عند الاب في نمط الاب و اي صغيري في نمط الام. اي. اي كبيري. ا اي صغيري. والام راح تكون بي اي صغيري. الاعراز. نص اي صغيري. نص بي. نص اي صغيري. التقال مع بعض. راح يلتقل ا مع البي بتشكل زمرة. ا بي. بعدين البي مع الاي صغيري. بتشكل بي. والا مع الاي صغيري بتشكل ا. والاي صغيري مع الاي صغيري بتشكل او. اذا صار عندي زمرة ا بي. زمرة بي. زمرة ا وزمرة اي. اه زمرة او. الابناء طبعا شفناهم انه الولد الثالث كان اشو زمرته او. الاول اه. التاني بنت بي. والصبي الثالث اللي هو زمرته او. هلا ما عندهم بالمخطط. اه بالسماء الجاهون. يعني فيه بالمستقبل احتمالي انه جاي. اما يقول لم يولد بعد. او لما يولد بعد. لما. يعني بالمستقبل ممكن. ينولد وعندهم عابي. لكن حاليا ما عندهم. هلا عندي كمان اه ايجابة وسلبة. ايجابة سائد على السلبة. يعني انا برأي او بالمفهوم اول ما تشوف انه ايجابة وسلبة. لازم لأولاد كله يكونوا ايجابيين. طيب طلعنا لقينا فيه ولد اشو سلبي. معناته هذا الام هون متخالفة اللواقع. ما ايجابي صافي. لو انها صافي كان كل الابناء بيطلعوا ايجابيين. بغض النظر عن انه هاي الام سلبي. لكن هون طالما انه طلعوا عنا احد الابناء سلبي معناته اخذ سلبي من الاب وسلبي من الام. فلازم تكون متخالفة اللواقع. هون الاب ايجابي. او الام ايجابي. ار كبيري. ار صغيري. والاب سلبي. ار صغيري ار صغيري. احتمال اعراس الام. ار صغيري و ار كبيري نص نص. اما الاب واحد على واحد ار. هلأ بيلتقل ار كبيري مع الار صغيري. بينتج عنا. نص. نص الافراد. لنا مطورة الابناء. نص رح يكون ايجابي. ونص رح يكون سلبي. ايجابي او اقول عنه ار اتس موجب. وهذا رح يكون نص سلبي. خمسين في المية بخمسين في المية. هلأ اقول ايجابي. وين الاجابي? البنات واحد وثلاثة كانوا ايجابيات. لغض النظر ازا كان متماثل او متخالف. اه. سلبيات اللي هو الصبي رقم اتنين. الصبي رقم اتنين هو سلبي الزمران. في مسألية عند دراس مرض النعور لاحدة الاسر وضعت شجرة النسر. طالعوا لنا عليها. انه طلع احد الابناء اشو? نعور هون قلنا كمان مرض مرتبط بالجنس. واحد من الابناء طلع. طبعا هو الذكر هون. لاحظ انه الذكر حصان. انه الذكر مصاب. معناته الام لازم تكون ناقلي. الام لازم تكون ناقلي. لانه الواي قلنا بياخدها من الذكر وبياخد الاكس من الام. فالاكس اللي عليها المرض اخدها من الام ولازم تكون معناته الام ناقلي. لاحظ ان الاب سليم راح تكون ناقل. خمس دقاية. لانه صارت عائلنا كتير. شلول? اصلاح لحبت شي خمس دقاية لانه يعني كلها هيك الرموز صارت صعبة علينا. هوي انا كنت لازم ااخديني استراحة قبل فترة. انه ماضل عنا شيء ضليني كام اه صفحة. يعني نسألة او تنتينين كده. مو اقتر. طيب. بس ما بقى عنا غير هالتلات مسائل اه بخمس دقائق ان شاء الله ما نخلصهم. اتقلنا عليكم شوي بس لكن انه هاي مشان نخلص من هاليوم مشان ما تاخدوا وقت اكتر يعني المراجعة. في اه اه عنا اه بس هيك شوي تركيز ما عليش. الواحي انه كلهم خلصوا صحي ونحنا اه بس ما خلصنا العلوم. صعبي شوي. لكن اللي اه بلش بقطف الثمار لازم ينتهي عند اخر شيء. ما هي اه. يبيع شيء خالص. فركزوا انتو في المهدي اليومين الباقيات. دعينكونا الله. دراسة مرغبنا عور قلت انا انه من ولد الاول مصاب معنته الام ناقلي حصرا. الام ناقلي حصرا. ليش الام ناقلي? لانه الولد بياخد الاكس من الام. ما بياخدها من الاب لانه اخد من الاب الاي معنته حصرا العروس بدل تكون الاكس من الام. الاب رح يكون سليم اكس اتش كبيري واي صفر. الام ناقلي اتش كبيري اتش صغيري. الاعراس نص اكس اتش كبيري واي صفر عند الذكر او لاب والان اتش صغيري اتش كبيري كمان نص بنص هلأ بيضتقى الاتش كبيري مع الاتش كبيري بيعطي انثى سليمي وبالتقى الاتش كبيري مع الواي صفر بيعطينا شو ذكار سليم وبالتقى الاتش صغيري مع الواي صفر بيعطينا ذكار مصعب والاتش صغيري مع الاتش كبيري بيعطينا انثى ناقلي اذا ها ها شو ذكار سليم هون ذكار مصعب انثى سليمي انثى ناقلي الذكار المصعب هاد هو رقم واحد اللي جفناه بالشجرة النساء والذكار السليم هو صبي رقم ثلاثة اما بالنسبة في عندي انثات امتين واربعة ما نبين عليها انه انه سليمين ظاهريا فالانثة الناقلة هي سليمي حتى ظاهريا يعني بالظاهر يكون سليمي لكنها تنقل المرض فغير محدد نامة غير محدد تحط قدش شخطة يعني ممكن تكون قدش كبيري او قدش صغيري عند دراسة مرض عمل الوان الجزئي لدى احدى العائلات وضعت شجرة النسب الآتي ضع تحليلا ودراسيا لها طبعا هاي مساء الوحدي اه بفرض الليل المرض دي ولا الليل الصحة دي كبيري لاحظ انه طلعت عنها هون بنت هل المرة ازان بقنا كل مرة كنا نشوف ذكر نقول انه اخذ الموريس من الام هلا هون طلعت عنها بنت يعني اكس دي كبيري اكس دي صغيري اكس دي صغيري لانتخل دي صغيري تتطرفين هلا قون عرفنا انه الاب مصاب عنده اكس دي صغيري معناته الاكس التاني من رح تاخدها من الام معناته الام لازم تكون بناء على ذلك انه من تخالفة اللواقع مصابب والام لازم تكون ناقلي الاب اكس دي صغيري وي صفر الام اكس دي كبيري اكس دي صغيري العراس نص دي صغيري وي صفر عند الاب والام نص دي كبيري نص دي صغيري هلأ اخباد يلتقني معوضا دي كبيري اكس دي كبيري مع اكس دي صغيري هايت رح تعطي انثى ناقلي اكس دي كبيري مع الواي صفر يعطي ذكر سليم اكس دي صغيري مع اكس دي صغيري انثى ناقلي انثى مصابي واكس دي صغيري مع واي صفر يعطي ذكر مصاب هاي الاول طبعا الربع دي كبيري دي صغيري دي صغيري دي صغيري انسى هاي انسى مصابي هاي انسى ناقلي التالت هو ذكر سليم وذكر مصاب هاي دواي صفر صغيرها لا حسب الشجرة النسب طبعا المصاب لسه ما جاء هون ولاد مصاب الذكر السليم اللي هو رقم واحد صبي الانسى المصاب هي البنت رقم اثنين والانسى الناقلي رقم ثلاثة واربعة البنات رقم ثلاثة واربعة والناقلت غير محدد ليش لانو ما عندي انسى تسليم كله نفس الشي كله رح يكون ناقل كل بناته رح تكون ناقلي للمرأة هيك طبعا بكون اه حلينا كل النمازج نمازج المسائل الوراسي بكرا ان شاء الله بنفس التوقيت في عنا نمازج امتحاني رح نقسم على قسمين قسم بكرة وقسم بعد بكرة والله وليه التوفيق تعطيكم العافية